قد شددت لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا على لزوم البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى استعرضت اللجنة في اجتماعها السابع والاربعين الذي عقد صباح اليوم برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة استعرضت جميع التقارير والتطورات حول الفايروس كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفايروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على وضاعهم الصحية مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره وأثنت على تفاعل الجميع مع عمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول نذكر الجميع بتوصيات هامة جدا السلوكيات الصحية خاصة غسل اليدين بشكل مستمر التباعد الاجتماعي ونعني به أن نكون دائما بيننا وبين بعض مسافات في أي تواجد لأي أشخاص حول بعض والبقاء في المنزل لأكبر قدر ممكن والبعد عن أي تواجد خارج المنزل إلا للضرورة القصوى وأيضا عملية أن يكون هناك مع هذه القضية البقاء في المنازل والبعد عن التجمعات الحذر من أي تجمع لا في المنزل ولا خارج المنزل ترجمة نانسي قنقر